كيف تتحدث أربع اللغات بسهولة؟ مزيان، كيف يمكن أن نتقن أربع اللغات أو كيف يمكن أن نتقن حوارات بسيطة يومية يمكن أن نتواصل بها مع الناس؟ أربع اللغات الفرنسية الإنجليزية الإسبانية والعربية معك الأستاذ حسن تيطواني، نحن في الدرس السادس باقي الدروس موجود الرابط في أسفل الفيديو، مزيان أنك تبدأ من أول الفيديو الذي كنت يبقي من طلقت معنا من الأول إذن ندوز إن شاء الله عز وجل من أول عبارة التي سنخدمها بها اليوم في هذا الفيديو هذا العبارة التي اليوم عندنا هي إلى أين أنت ذاهب؟ في أنت ماشي؟ إلى أين أنت ذاهب؟ إذن باللغة الفرنسية سنقول لها أفاتي عادية بسيطة الله، لذلك نتكلم مع الناس اليوم مقربين إلينا أفاتي، أفاتي إلى أين أنت ذاهب؟ أفاتي، في أنت ماشي بالدرجة باللغة الإنجليزية Where are you going؟ باللغة الإسبانية أدن دي باس؟ أدن دي باس؟ أدن دي باس؟ مزيد، إذن الأمر بسيط فإلى أين أنت ذاهب؟ باللغة الفرنسية أفاتي باللغة الإنجليزية Where are you going؟ باللغة الإسبانية أدن دي باس؟ إذن ورقة جديدة في المذكرة التي تعمل عليها قسمها على أربعة كتب هذه العبارة ركز عليهم الطريقة التي نطقو بهم التي يمكننا أن نقرأهم أو أن نقولهم وحاول أنك تتلجع بضنار كامل سيتحفظون لك إذن فإذا كنت محتاج أنك تقن أحداً لغات فرنسية، عربية، إنجليزية، إسبانية فأنا سوف تتواصل معي في رقم الخاص الواتساب وخبرني من اللغة التي تحتاجها أو أكثر من اللغة وإن شاء الله عز وجل نحب دول مستعود لك وإذا بدأ معنا الدراسة برماش خاص، مكتف، سهل، بسيط وكي بقى لك معنا تواصل عبر الواتساب مع الأستاذ الذي سيقرر إن شاء الله عز وجل لك يساعدك ويعاونك تتقن اللغة التي تحتاجها إن شاء الله أتمنى لك التوفيق ومرحباك معنا اشتركوا في القناة